لا دكتور محمد مرارة عشانتيني مهم جدا نأكد نأكد على إلزامية قرار محكمة العدل الدولية لأن وفقاً للمادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية هذه المادة بتعطي الصلاحية للمحكمة أن تصدر أي تدابير وقائية أو قرارات عجلة لتحمل الأطراف يعني بشكل عام فهذا القرار تمهيدي لحين صدور الحكم ولكن عايزين نقول أن هذا القرار يعني وضح لنا مصاري المحكمة النهاردة المحكمة بنسبة كبيرة عندها شبهة بشكل كبير بارتكاب جرائم إبادة جماعية لأن وفقاً للمادة الثانية من التفقية الإبادة الجماعية المادة الثانية عرفت هذه الجريمة بأنها كل تصرفات أو الأفعال التي يترطب عليها إهلاك جماعة من البشر أو جماعة دينية أو جماعة عرقية أو اتخاذ أي تصرفات بشكل يعني يؤدي إلى وضعهم في ظروف معاشية معاينة طبعاً نحن شايفين التهجير القصري هدم ممتلكاتهم القتل العشوائي كل اللي بيحصل يعني ده بيمثل عدة جرائم في القلون الدولي فالمحكمة النهاردة بناء على ما تقدم إليها من أدلة من جنوب أفريقيا رأت أن في شبهة كبيرة فلذلك أصدرت هذا القرار الوقتي لحين الفصل في القضية القضية طبعاً هتستغرق وقت طويل وفي نقطة مهمة عايزين أكد عليها مصر أكدت أنها تتقدم بدفاع في هذه القضية لأن هناك أكاذيب طبعاً تم ادعاها في المحكمة قول مرسل طبعاً للدعاء الإسرائيلي ادعا أن مصر هي طبعاً كلام يعني لا يمكن أن يقبله عقل أنها مصر هي اللي بتحاصر فلسطين طبعاً كلام عاري من الصحة بالعكس مصر يعني موقفها سابق جداً من القدير الفلسطينية والرئيس أكد أكتر من مرة وحذر من اللي بيحصل يعني وأكد أكتر من مرة بضرورة إتخال المساعدات مصر ساعدت على صدور أكثر من قرار يعني ساعدت فيه أكثر من مشروع قرار في مجلس الأمن لإتخال المساعدات وزيادتها فتيجي النهاردة تقولي أن مصر هي اللي بتحاصر إزاي أنت أصلاً المسؤول كقوة احتلال أن تحمي الشعب الفلسطيني أنك يعني تمرر له المساعدات فالنهاردة كل ده بهم جداً أنه ممكن دول تانية تنضم طبعاً شوفنا ألمانيا هنا يجي عندي بس سؤال وهو مسألة متعلقة بأن الفارق ما بين صفة الإلزام ونفاذ أو تنفيذ القرار عمل كده زي بزرط المجين طلع قانون في مجلس النواب أنا لازم أنتظر كمواطن اللائحة التنفيذية علشان أضمن أن هذا القانون أصبح فاعلاً طيب نفاذ القرار أو إنفاذ القرار وعدالة ناجزة ده وارد في القانون الدولي؟ هو طبعاً بالفعل يعني القانون الدولي العلاقات الدولية مختلفة شوية المفترض أن الدول بتنفذ يعني التزاماتها بحسن النية المفترض أن إسرائيل على الفور تنفذ هذا القرار ولذلك المحكمة وضعت طبعاً يعني طلبت منها من ضمن الإجراءات الوقائية أنها تقدم تأرير خلال شهر توضح فيه ما هي الإجراءات الوقائية التي اتخذتها من أجل يعني ضمان عدم وارتكاب الجيش الجرائم إبادة جمعية وإدخال المساعدات يعني حالك لما تيجي تبص بمفهوم المخالفة لهذه القرارات هي معناها وقف الحرب لأن طبعاً إسرائيل بترتكب جرائم بشعة القتل بشكل عشوائي كل هي ما ترتكبه النهاردة القرار ده بيلجمها بيحاول يحطها عند وضع الطلاع عند حده حتى لو إسرائيل ما فعلتش هذا طبعاً الكلام لازم بقى إحنا نبدأ نتحرك طبعاً هنستغل القرار ده طبعاً مهم جداً سياسياً زي ما سعاد السفير قال عندنا لقطة تانية إحنا فين النهاردة شفنا في الحرب الروسية الأوكرانية يعني إحنا بنتعلم من المواقف دي النهاردة الدول الغرب فرضوا عقوبات غير واردة في القانون الدولي يعني النهاردة إحنا بقى بنطالب الدول ابدأ بقى افرض عقوبات النهاردة هي ما لتزمتش إسرائيل بالقانون الدولي ابدأ بقى افرض عليها عقوبات سياسية عقوبات اقتصادية ابدأ لوح بقى قطع العلاقات يعني ما يبقاش فيه تعامل اقتصادي لازم إحنا نتصرف يعني عايزين ناخد قرارات طبعاً بالإضافة إلى لازم نوصل لحل الدول العربية تستغل لهذا القرار زي ما تكلمنا لوصول حل للدولتين الاعتراف الكامل بفلسطين وتنفيذ القرار 242 يعني يكون حدود فلسطين على حدود 67 القرار ده كان مهم جداً وطبعاً دي قرارات شرعة ده يقول لين مفوش وبلوش 242 لأنه منزوع منه الألف واللم فده يدخلنا في حس بيس لأنه هو خلاها لاند بدل دا لاند يعني أو لاند بدل لاند بدل دا لاند ينفذوا بالصحة فده 242 ده كان أكبر فخ أظن وقعنا فيه يمكن سعد سفير يصححني في زي عايشنا طول عمرنا نتكلم فيه مش كده آه وبعدين كان فيه يقول لك عايزين ننفذ 242 يا جماعة 242 ده مش في صالحنا خالص يعني حتى لو ينفذوا منه جزء لا كفاية أنا أجزاء كفاية ده قرار التأسيم برضو مطوحونا فيه